العام الجديد يحمل أموالاً للأسر، لكنها قليلة أوروبا في مواجهة أوميكرون والسويد تخشى على القطاعات المهمة شكراً لأنك تقدم معلومات صحيحة في طلبك، مع أن نتأكد من أن المعلومات صحيحة تريم تاب، شارك في رحلتي نجاحنا بابكر أبو كاس، إس سي موبلر، كنافة البدر أهلاً بكم إلى نشرة أخبار الكمبس معكم على ياقوب مع مطلع العام الجديد ستطبق السويد تخفيضات ضريبية مع زيادة في بعض المساعدات وستنخفض ضرائب العمل بحيث يحصل جميع العاملين بدوام كامل على 200 كرون إضافية شهرياً كما سيستفيد كل الذين تتجاوز عمارهم الـ 65 عاماً من تخفيض ضريبي آخر في حين سيرتفع الحد الأقصى لنقضية المرض خوك بينينغ من 800 كرون إلى 1027 كرون في اليوم وستزيد على وتسكن للمتقاعدين والأشخاص الحاصلين على مساعدة المرض وسيتم تخفيض الضرائب على البنزين والديزل لتنخفض الأسعار بنحو 50 أورا للتر الواحد اعتباراً من مطلع أيار مايو المقبل الميزانية المطبقة في السويد الآن هي ميزانية أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطي السويد إقرار الميزانية الخريفة الماضي شهد أحداثاً درامية أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء المنتخبة ماجدلين أندرشون بعد ساعات من انتخابها في البرلمان الحكومة فشلت في تمرير ميزانيتها بينما فازت ميزانية أحزاب المعارضة الثلاثة بمشاركة أس دي للمرة الأولى بعد أن كان معزولاً في البرلمان كورونا ينتشر بشكل متسارع في أوروبا دول تستعد لمواجهة المتحور الجديد أوميكرون وفي السويد يتوقع خبراء أن يهيمن أوميكرون على حالات العدوى في ستوكهولم واسكوني قريباً الوظائف المهمة في المجتمع كمراكز الطوارئ وإمدادات الماء والكهرباء قد تكون مهددة حال زيادة انتشار العدوى هيئة الطوارئ وحماية المجتمع MSB قالت اليوم أن الخطر يزداد لدى مجموعات الموظفين الصغيرة التي تعمل على مداري الأربع وعشرين ساعة ومنذ آذار مارس 2020 اتخذت السويد تدابير للحد من انتشار العدوى في أماكن العمل هذا ونظمة الصحة العالمية اليوم ذكرت أن عدد الحالات الجديدة لكورونا ارتفع في جميع أنحاء العالم بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع الماضي في حين انخفضت عدد الوفيات بنسبة 4% وسجلت الدانيمارك أعلى معدلا للإصابة في العالم بلغ 1612 حالة لكل 100 ألف نسمة منظمة الصحة لفتت إلى دراسات أولية تظهر أن المتحور الجديد يسبب أعراضا أقل حدة من البديل دلتا غير أن المنظمة دعت إلى الحذر وقالت إن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لفهم مدى خطورة أوميكرون معتبر أن خطره لا يزال مرتفعا جدا الحكومة السويدية تتخذ عددا من التدابير لضمان ترحيل الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في السويد إلى بلدانهم الأصلية وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون أعلن اليوم أن الحكومة كلفت الشرطة خلال العام المقبل بزيادة حملات البحث عن المقيمين غير الشرعيين بما في ذلك التفتيش في أماكن العمل الوزير اعتبر أن بقاء المقيمين غير القانونيين يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الخطيرة بينها جرائم العمل وتزايد العمل بالأسود حكومة الاشتراكين الديمقراطيين تريد أيضا استخدام المساعدات السويدية للبلدان النامية في التأثير عليها بهدف استقبال الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد يعبر ذلك عن تغيير واضح في سياسة الحكومة ارتفعت أسعار الكهرباء في السويد إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة بينما تسعى البلاد إلى زيادة الاعتماد على الكهرباء لتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة قضية الكهرباء وكيفية إنتاجها تثير انقصاما حادا بين الأحزاب البرلمانية خصوصا حول الاستفادة من الطاقة النووية السويد تتبنى هدفا مناخيا يتمثل في القضاء على الانبعاثات الضارة بحلول العام 2045 الأمر الذي يتطلب زيادة الاعتماد على الكهرباء أحزاب ترى أن الهدف قابل جدا للتحقيق وأخرى ترى عكس ذلك كتلة اليمين واليمين المتطرف تعتقد بأن السياسة الحالية المتبعة لن تؤدي إلى الاعتماد على الكهرباء المتجددة بشكل كامل في حين ترى كتلة اليسار إضافة إلى حزب الوسط أن ذلك ممكن اعتمادا على المصادر الكبيرة للطاقة المتجددة في البلاد باقاء الاعتماد على الطاقة النووية محط خلاف آخر انقسمت فيه الأحزاب إلى كتلتين تقريبا ويبدو أن أسعار الطاقة وقضايا المناخ ستلعب دورا محوريا في أجواء ما قبل الانتخابات المقبلة في البلاد قتل صديقته بالمطرقة وأخفى جثتها ثم خرج يبحث عنها مع الشرطة المحكمة أدانت اليوم رجلا يبلغ من العمر 27 عاما بجريمة قتل الشابة إيلين كلينت بيري البالغة من العمر 18 عاما في مدينة هار جنوب السويد وعقبته بالسجن 16 عاما إيلين اختفت في 30 أذار مارس الماضي وقال صديقها إنها غادرت منزله حوالي الساعة الثانية ليلا بينما أطلقت الشرطة عملية بحث كبيرة عن الفتاة قبل أن تجدها جثة هامدة وكانت القضية واحدة من جرائم عدة ارتكبت ضد نساء على يد شركائهن في الفترة نفسها الأمر الذي أحدث ضجة في البلاد دفعت سياسيين إلى التعاهد بتجديد عقوبات العنف ضد المرأة وزيادة تدابير حماية النساء نشرتنا انتهت للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الكمبيس بونتسي إلى اللقاء تريم تاب شارك في رحلتي نجاحنا بابكر أبو كاس السيا موبلر كنافة البدر ترجمة نانسي قنقر